بيان إلى الرأي العام منذ قيام الدولة التركية بعمليتها العسكرية والتي أطلقت عليها اسم غوصن الزيتون بمشاركة الفصائل السورية المسلحة التابعة لها على منطقة عفرين السورية والتي أدت إلى سيطرة القوات التركية وفصائلها السورية المسلحة على كامل منطقة عفرين التاريخ 18-3-2018 والتي أسفرت عن تهجير معظم سكانها الأصليين من موطنهم الأصلي إلى العديد من الوجهات منها حلب ومناطق شرق الفرات والجزء الأكبر الذي استقرب في مقيمات الشهباء ومنطقة الرفعة وقرى الشراوة في ظروف معيشية سقاسية جدا حيث لم يسلم من أحد من المواطنين الأصليين مما بقيا في عفرين وقرىها من ظلم وبطش الفصائل السورية المسلحة والتي تعمل بأمرة الاستخبارات التركية حيث مرست أبشع انواع الانتهاكات والجرائم بحقهم من خطف وتعذيب وقتل والعنف الجنسي والإخفاء القصري والاستلاع على الممتلكات الخاصة والعامة بغي تهجيرهم من مواطنهم الأصلي لتسهيل عملهم في مشروع التغيير الديمغرافي التي تقوم به دولة الاحتلال وصولا إلى تتريك المنطقة كاملة ولم يسلم هؤلاء النازحون قصرا أو الذين استقر بهم المآل في مناطق الشهباء ومخيماتها من شرهم حيث تقوم قوات الاحتلال التركي وفصائلها السورية المنضوية تحت إمرتها باستداب هذه المناطق والقرى بشكل يومي محدثة العديد من المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء التي سقطت ضحيتها عشرات القتلى والجرحة وقد كانت إحصائية الانتهاكات خلال عام 2022 على الشكل التالي الخطف 578 شخص بينهم 49 نساء وطفلة القتل والإصابات 35 بينهم 13 نساء بينهم 7 ضحايا القصف التركي وجرح 37 شخص وكان آخرها مقتل المحامي لقمان حنان البالغ من العمر 45 عام تحت التعذيب في سجون الاستخبارات التركية الأشجار قطع أكثر من 36 ألف شجرة مصمرة وحراجية وحرق ما يزيد عن عشر هكتارات من الغابات الحراجية التغيير الديمغرافي تجهيز وبناء أكثر من 16 مستوطنة وتدمير مزار الشيخ موس ومقبرة الإزيديين في قريط باصوفان الأثار نبش وتدمير تسع مواقع الاستيلاء على المنتلكات المدنيين حيث تم الاستيلاء على آلاف المنازل والمحالات التجارية وبيع المئات منها بأثمان زهيدة بين المستقدمين ومسلحي الفصائل وكذلك الاستيلاء على الأراضي الزراعية فبساتين الزيتون واستثمارها لصالح قادرة الفصائل وتحويل ما يزيد عن 60 منزل لمقارات أمنية وعسكرية لصالح الاستقبارات التركية والفصائل الموالية لها وكل ما يجري أمام مرأة ومسمع العالم بالأجمع وخاصة ما يسمى بأطراف استانة الضامن ولم ينتهي حقد ودولة الاحتلال التركية عند هذا الحد بل امتدى إلى اللعب على وتر آخر وهو التقارب مع الدولة السورية عبر شريكها الروسي من أجل التضييق على المهجرية عفرين والقاتلين في مخيمات الشهباء ومناطقها بغض الضغط عليهم اقتصاديا ومعيشيا من أجل إجبارهم على التهجير القسري للمرة الثانية إلى وجهة مجهولة حيث تفتقد المنطقة من أكثر من خمسة أشهر إلى مادة المحروقات نتيجة هذا الحصار الجائر على المنطقة وهذه المادة تعتبر شريك شريان الحياة إلى الأول لهؤلاء النازحين وغيرهم من أبناء المنطقة الأصليين والتي يقطنها أكثر من 150 ألف مواطن بين مهجر ومقيم إضافة إلى أكثر من 200 ألف مواطن يعيشون في حي الأشرفية والشيخ محصود بمدينة حلب والذين يعيشون نفس المعاناة نظرا لوحدة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لأي إنسان في هذا العالم وهذا ما يخالف مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 حيث يخشى من توقف المشافي والأفران ومصادر مياه الشرب والتي تعتبر على مادة الديزل في تشغيلها ومزودات الطاقة الكهربائية لهذه المخيمات وباقي القطاع الخدمية في المنطقة الذي تقوم به قطاعات البلديات في هذه المناطق من نظافه وغيرها من الخدمات الأساسية إضافة إلى دخول فصل الشتاء والذين يتطلب احتياجات إضافية من مادة المازوط من أجل التدفئة وخاصة لأن غالبية السكان هم من الأطفال والنساء والذين هم الأشد بمعاناتهم وتحملهم للبرد والمرض ولا يقتصر هذا الحصار فقط علامات المازوط بل يمتد إلى الكثير من المواد الغذائية كالطحين وحليب الأطفال وغيرها إضافة إلى احتياجات القطاع الصحي من أدوية وغيرها وإغلاق المدارس وحرمان أهلاف الطلاب من التعليم في المدارس وكل ما يجري ويحصل لا يخدم إلا مصنعة المحتل التركي وغيره من القوى الإقليمية المتعالفة معه مسبباً المعاناة والألم والحرمان لأبناء المنطقة بشكل خاص وللسوريين عموماً بمختلف مكوناتهم ونحن كمنظمة حقوقية نناشد المجتمع الدولي وكافة مؤسساته الحقوقية والإنسانية بشكل عام ونناشد الأطراف الإقليمية وخاصة الدولة الروسية بأن تقوم بواجبها تجاه معاناة مئات الآلاف من المهجرين والنازحين وسكان المنطقة الأصليين للحد من معاناتهم وتأمين احتياجاتهم الأساسية في الحياة كما ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على الدولة التركية من أجل الانسحاب من كافة المناطق المحتلة من شمال الغربي وشمال شرق السورية وتأمين عودة هؤلاء المهجرين قصراً إلى ديارهم عودة آمنة وبضمانات أممية ومحاسبة كل ما ينسبي طورته بجرائم ضد المدنيين والسوريين على كافة الجغرافية السورية